هقول لكم سر صغير عن أداة النهاردة صوتها فعلاً طحفة جوجل علمت على 11 لابز وأنا بكلمكم بصوت واطي علشان محدش يسمعنا جرى إيه يا عم إنت؟ إيه الصوت ده؟ عاوز تنكد على مشاهدين بسيطة طيوب بصوا سبكم منه هقول لكم نكتة واحد بيكلم البقاله وبيقول له هو اللبن غلي ليه؟ رد عليه وقال له طب ما اتطفي عليه بايخة صح؟ في فيديو النهاردة هقول لك على أفضل بديل ل11 لابز وبالمجان وممكن يشتغل معك على الكمبيوتر أو الموبايل زي الصوت اللي انتو سمعينه دلوقتي آه نسيت أقول لكم ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير علشان تستخدم الموديل الرائع اللي بنتكلم عليه النهاردة من جوجل هتفتح المتصفح بتاعك على الكمبيوتر أو الموبايل وتكتب في البحث جوجل AI ستوديو وحتضغط على أول نتيجة في البحث اللي بالتالي هتطلع لك موقع الشهير بتاع جوجل ai-studio.google.com ثم على الصفحة الرئيسية هتضغط على native speech generation أو ممكن الدخول عليه بطريقة تانية لو ضغطت على generate media ثم تضغط هنا على gemini speech generation هيفتح لك الصفحة الرئيسية للموديل عايزكوا بقى تركزوا معايا قوي في الأمثال اللي جاية لأننا هقول معلومات مش هتلاقيها في حتة تانية طبعا هنا من فوق بتلاقي مكتوب عندك gemini 2.5 flash preview TTS أو text to speech عندك هنا اختيارين حاجة اسمها single speaker audio حاجة اسمها multi speaker audio حنختار الأول single speaker لأننا عايز أقول لكم معلومات مهمة جدا في هذا الاختيار وحكتب هنا نص بسيط جدا عادي من هنا أقدر أن أنا أختار من العديد من الأصوات كلها تدعم جميع اللغات المعروفة وبجميع اللهاجات زي ما حنشوف فمثلا نجرب ده وندغط على run مرحبا بكم في قناة بسيطة تيوب اليوم سنتعلم كيفية تحويل النص إلى صوت مجانا من جوجل هايل وعظيم جدا ومن أول مرة طلع صوت عربي احترافي ممتاز طيب أنا عايز أتحكم في اللهجة أعمل إيه؟ يعني دي اللهجة عربية فصحة لو أنا جيت مثلا كتبت جملة زي دي ممكن قبل الكلام أفتح قصين كده واكتب صوت لهجة مصرية هقول لكم أسرار صغيرة عن الأداة دي وكل ده بس على قناة بسيطة تيوب في سانية قدرت أنت تحول اللهجة من اللغة العربية فصحة إلى لهجة مصرية طيب لو غيرت دي وكتبت سعودية هقول لكم أسرار صغيرة عن الأداة دي وكل ده بس على قناة بسيطة تيوب ممتاز نتيجة رائعة مثلا تعالوا مغير الصوت ونختار حاجة صعبة شوية نقول له مثلا صوت لهجة تونيسية سماران هنقول لكم أسرار صغيرة على دي دي وكل ده بس على قناة بسيطة تيوب أنا مش عارف أقول إيه بصراحة يعني نتيجة فوق الممتازة أنا ما شفتش كده في أي أداة أخرى بتحول النص إلى صوت لا ليفن لابس ولا أي حاجة تانية لو أنتوا عارفين حاجة تانية بتدي نتيجة زي دي قولوا لي أنت مش بس تقدر تتحكم في اللهجة أنت كمان تقدر تتحكم في المشاعر يعني أنا هنا مثلا كتبت له صوت همس وخوف اللهجة مصرية تعالوا نشوف كده روعة الروعة يبقى أي تغيير أنت محتاج تعمله في الصوت كل اللي أنت محتاج تعمله أن أنت تكتبه ما بين القصين دول علشان الموديل يفهم أن أنت عايز الجملة اللي أنت حتقولها دي تغيرها بالشكل ده سواء كت اللهجة أو المشاعر أنت مش بس تقدر تعمل كده أنت تقدر كمان تدمج ما بين اللغة العربية والإنجليزية أو أكتر من لغة مع بعض وهو حيفهم ويطلع صوت مظبوط أو تقدر تخليه يقول أصواب مختلفة يعني مثلا أنا هنا كتبت صوت دحكة خبيثة هقول لكوا سر يصغير عن أداة النهاردة مامم صوتها فعلا طحفة جوجل علمت على 11 labs وأنا بكلمك بصوت واطي علشان محدش يسمعنا ممتاز يا جامعة وشفتوا كمان الحرف اللي إنا كتبتو هنا الميم كذا مرة ده عمل كأنه ايه بيفكر قبلها طبعا في أي وقت عايز تحفظ الصوت ده على جهازك هتقف هنا وتضغط على ثلاث نقط دول وتقول له دون لود انت حتى ممكن تعمل أداء تمثيلي في الصوت يعني انا مثلا عايز اعمل صوت تقتاء او حد بي تهته في الكلام ما بيتكلمش بشكل مظبوط فكتبت مثلا ميم شرطة ميم وبعدين ايه امتكاتب الكلام كأنه عايز يقول ما فيش شك مثلا يعني وقلت له صوت سريع وراجل مصري شاب ما فيش شك ان الأداء رائع ياه ده الصوت طحفة فعلا نتائج رائعة وكل ده بيطلع معايا من أول مرة تعالوا نعمل مثال أصعب وأصعب يعني انا طلبت منه يتكلم جزء الهجة سعودي وجزء الهجة مصري وجزء الهجة مغريبي وكمان لو انت حطيت كلمة او فعل مثلا ما بين القصين زي دول كده كتبت مثلا هو يفكر واضفت بعض الاموجز ايوة زي ما سمعت هو كمان بيقدر يفهم الاموجز ويغير الكلام على أساسها زي ما حنشوف في النتيجة دلوقتي ندوس ران كده انا مش متأكد بصراحة يمكن ده أحسن صوت جربته لحد الدحين واو الموديل ده تحفة لازم تجربه بنفسك واو الموديل ده تحفة لازم تجربه بنفسك نتيجة هاي لها جماعة دمجت ما بين الثلاث لهجات في ملف صوتي واحد لو خدت بالكو لما كتبت يفكر هنا قطع الصوت شوية وعمل صوت تنهيدة خفيفة كده وبرضو في الاموجي على حسب شكلها هو بيغير الكلام موديل ممتاز وفي مميزات أنا ما شفتهاش في أي حتة تانية ده مثال تاني لكيفية عمل الأداء التمثيلي في الكلام عايزك تاخد بالك هو إزاي حينطق الجملة دي والكلمة دي والكلمة دي وإزاي بعد ما يشوف الاموجي ده اللي هو علامة موسيقى حينطق الكلمة دي إزاي بعدها وإزاي حينطق الجملة دي علشان كل كلمة مكتوب بعدها ثلاث نقط وأخيرا صوت الضحكة إيه اللي في الآخر طبعا أنا هنا غيرت الصوت هنقول له ران مرحبا بيكم ده تعليق خفيف علشان نجرب تعسير الدح آه لما تجرب الخاصية دي الأول مرة فعلا بتحس بفرق تعالوا نشوف بزت ده صوت ربوتي خفيف توت توت إحنا رايحين المدرسة أنا أنا كنت بلعب في الجنينة طبعا أداء ممتاز أيضا عندي ميزة تانية جميلة جدا هي مالتي سبيكر أوديو لو دست عليها حقدر أن أنا أحدد أكتر من صوت أو أعمل ديالوج ما بين شخصيتين بيتكلمه بشكل مختلف فمثلا أنا عندي هنا سبيكر 1 وسبيكر 2 أقدر أغير الإعدادات بتاعتهم من هنا فحسمي ده مثلا أحمد واخترت الصوت ده والصوت التاني حسميه سارة واخترت له صوت مختلف هنمسح بقى الكلام اللي مكتوب هنا ده كله فأنا مثلا الصوت ما بين الشخصيتين عايزه يطلع صوت باللهجة مصرية فكتبت كده لو أنا عايز أحمد هو اللي يتكلم هكتب أحمد وبعدين نقطتين فابتدى أن هو يتعرف عليه هنا فهنا مثلا أحمد بيسأل سارة بيقول لها يا سارة جربتي الأداة الجديدة دي فأنا عايز سارة ترد عليه هكتب سارة وبعد كده نقطتين فابتدى أن هو يتعرف عليها هنا وهترد عليه وتقول له أيوة يا أحمد الصوت طالع زي الإنسان بالزبط فأنت هنا بتكتب السكريبت وهنا هو بيترجمه حسب ما أنت كتبته أحمد هيتكلم الأول ويقوله الجملة دي صارة هتتكلم بعديه وتقوله الجملة دي عايز تمسح الكلام ده تقدر تمسحه في أي وقت من هنا مفوق خالص مكتوبة عندك style instructions يعني الناس دي هتتكلم ازاي بلهجة مصري بصوت سعيد بصوت حزين زي ما أنت عايز ممكن تعتبر أن ده البرومبت بتاعك عايزهم طبعا يتكلموا كلام أكتر من كده ممكن طبعا تخلي يا أحمد يرد على صارة تاني أو صارة ترد أو تتكلم أكتر من مرة زي ما أنت عايز تعالوا كده ندوس run ونشوف الكلام ده هيطلع علينا إيه يا صارة جربتي الأداة الجديدة دي أيوة يا أحمد الصوت طالع زي الإنسان بالضبط طبعا نتيجة جيدة جدا عايزك كمان تاخد بالك أن أنت عندك هنا موديلين موديل عادي وموديل برو وموديل برو ده ممكن يكون متاح مجانا لفترة محدودة إنما موديل عادي تقدر تستخدمه بشكل مجاني لمدة وفترات أطول تعالوا نجرب كده موديل البرو وكتبت جانب صوت أحمد صوت غاضب وجانب صوت صارة صوت همس تعالوا نجرب كده يا صارة جربتي الأداة الجديدة دي من جوجل أيوة يا أحمد الصوت طالع زي الإنسان بالضبط نتيجة ممتازة جدا والصراحة أنا مش شايف فرق كبير ما بين موديلين لو أنتم شايفين فرق اكتبوا لي في التعليقات رأيكم عايز أقول لكم كمان أن خلال تجربتي لموديل العادي عملت بي أمثلة كتير جدا سواء اللي شرحته في الفيديو أو أمثلة تانية بالمجان تماما فأنا في رأي الشخصي الموديل ده هيغنيك عن استخدام أي خاصية مدفوعة لتحويل النص إلى صوت سواء كان 11 لابس أو غيره بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة أتمنى أن تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو ونتنساش اللايك والشير لأن دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير محتوى للأفضل وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله